موسيقى اهلا بحضراتكم مازالت فقراتنا الحوارية متواصلة معاكم من المجال الزراعي ننتقل الى مجال تربية الدواجن واعتقد ان ده مجال مهم جدا ليس فقط بالنسبة لمصر كلها لانه طبعا هي بتشغل ايدي عاملة كتير جدا ولان الميزة النسبية الموجودة فيها عالية ولكن ايضا بالنسبة للصحاري المصرية واللي بنفرغ لها دايما جزء في الحصاد كل يوم 3 للحديث عن مركز بحوث الصحراء وما يقدمه من خدمات للصحاري المصرية الصحاري المصرية محتاج انها تعمر ليس فقط بالزراع ولكن بمشاريع ايضا زراعية اخرى بخلاف زراعة الارض زي تربية الدواجن والماشية ومعاصر زتون وغيرها من التصنيع القائم على الزراع نهاردة هنتكلم عن صناعة الدواجن ودورها في احداث نوع من التنمية المستدامة والمتواصلة في الصحاري المصرية وبساعدنا ان نستضيف الحديث عن هذا الموضوع دكتور عماد محمد امين استاذ باحث بمركز بحوث الصحراء ورئيس قسم تربية الحيوان والدواجن بالمركز اهلا بحضرتك معنا والى جواره دكتور دسوئي محمد مراد الباحث بقسم صحة الحيوان بالمركز بحوث الصحراء اهلا بحضرتك معنا خلينا ابتدى مع دكتور عماد ونتكلم عن اهمية صناعة الدواجن بواجه عام لينك مصري بصفة عامة صناعة الدواجن في مصر اهم نقطة بيعمل فيها حوالي اتنين مليون عامل بالاضافة للاستثماراتها تزيد على 24 مليار جنيه مصري عندنا في مصر عدد المزارع المسجلة حوالي 22 ألف مزارع وتقريبا فيه زي يوم مش مسجلين بالاضافة لصناعة الدواجن على مستوى المنزلي على مستوى الأسر برضو صناعة كبيرة جدا مش بس كده اهم نقطة في اهمية صناعة الدواجن ان يعتبر انخفاض سعر لحوم الدواجن مقارنة بالاسعار لحوم الحامرة مع ارتفاع القيمة الغذائية لها بيجعلها هدف استراتيجي لأي حكومة تسعى لعمل التنمية لسد الفجوة الغذائية ما بين انخفاض نصيب الفرض من البروتين الحيواني فيجعل صناعة الدواجن انخفاض سعرها هدف استراتيجي لأي حكومة تسعى للتنمية جميل جدا ولما حاجة مكلمني على اتنين من اليوم فستتحمل دول كمان لهم أسر فندرامهم في اربعة او خمسة على الاقل في حول نتكلم في حوالي عشرة مليون واحد مستفيد من ان عائل الاسرة بيعمل في صناعة الدواجن اللي بتقدر بمليارات زي ما حدث ذكرت طيب يعني صناعة الدواجن هامة لكن في الصحاري اكيد في بعض المشاكل اللي ممكن تقابل صناعة الدواجن احنا عارفين قد ايه الجفاف والحرارة المرتفعة وغيرها من المشاكل الاخرى ازاي ممكن اتغلب على المشاكل الخاصة بالبيئة الصحراوية واحنا بندعم صناعة الدواجن هناك تماما هو الحقيقة الصحارية المصرية الدولة بتتاجه لها من سنة 2006 ولكن كان دايما يعقها بعض امور التنفيذية وفاطموا لها يمكن في شهر 11 لفادان عريض شخصيا قرار بان هو يبدأ 25 ألف فادان تخصيص في الظهير الصحراوي لست محافظات منهم البحيرة ومطروح ومنهم الجيزة بانسويف والبحر لحن دولة محافظات الدولة بتبدأ تهتم بيها الظهير الصحراوي والمشكلة هنا بقى الاهمية الاقتصادية للصحام البيئة الصحراوية جافة ورطبة لازم زي ما نقول الاحتباس حراري هنقول برضو في الفترة بتاعت الجو البارد هيبقى فيه بارد عالي جدا وهيتمتشر بعض الامراض فيروسية في نفس المنطقة فنبدأ نتغلب على شدة الحرارة لازم يبقى هنا فيه عنابر مغلقة وفيه العنابر المفتوح العنابر المغلقة هيبقى اهم ما يميز المربيين في الجزء او الظهير الصحراوي تحميهم من الحر الشديد في الصيف ومن الجرود العالية الظهير الصحراوي كمان هيفيدهم ان انا هقدر زي الكتلة السكنية مبتنال بالظلط هنقل كتلة مزارع واقدر اعمل تنظيم احنا عندنا داخل الكتلة السكنية تنظيم عشوائي في التنظيم الصحراوي هقدر اعمل المسافات المناسبة بين المزارع على الأقل من 3-5 كيلو لكل مزارعة هقدر انتج وحدات انتاجية زي الأعلاف والمصانع اللي بيحتاجها تمام والموارد النهاردة اعتقد متوفرة في المناطق دائم واللي بدأ كده شركة الوادي شركة الوادي هلقاء مؤسسة في الوادي الجديد منظومة ودي من الشركات المحترمة جدا هنا في مصر معلش انا نوهت كده لكن يعني ده من ضمن المميزات الجيدة بالنسبة للحرارة النظام المغلق اقدر اعمل خلايا تبريد بعمله بتحكم انا في البيئة الداخلية الكلوز سيستم بعض الناس بتخاف منه عشان تكليفه عالية في الاول لكن بيديني مساحة من العدد يعني مثلا لو عمبر مفتوحه هيعمل لي 5000 ممكن احمل عليه 7 او 8000 طائر في نفس المساحة لو كلوز سيستم اذا هو بيوفر له مع الوقت لما هيبيع بقى ده من البيئة 5 ونبيع 7000 ايه طائر اذا هو اقتصادي كويس جدا مع بالنسبة للبرودة بيبقى انا خلاص انا عملته وده افضل حاجة مناسبة ليه البيئة الصحراوية جميل يبقى احنا عارفين المشاكل الموجودة في البيئة الصحراوية ومنها الحرارة الشديدة او البرودة الشديدة ويعارفين ازاي نتغلب على ده من خلال يعني ان يكون المزارع مغلقة او مغلق طيب ليه مركزين على تربية الدواجن في الصحراوية المصرية او ايه الميزة النسبية اللي ممكن تحللها تنمية مستدامة من تربية الدواجن هناك هو بالنسبة يعني السؤال ده يعني يتساءل كتير وخير اجابة ليه بدأت 2006 2006 عند بدأت زهور من فرنزة تيور ابتدت وحجم المشاكل اللي حصلت كتيرها وحجم الاعدام اللي حصل لمعظم المزارع بسبب قرب المزارع من بعضها في الدلت فمشكلة الفنزة تقول لما جات ادت جرس كده للمخططين كلهم ان لابد من نقل مزارع الدواجن في الصحرا وفيه زي جزء قاله الدكتور اللي هو ان احنا في الصحرا اولا اول حاجة بنحافظ اراضي الزراعية القديمة بتاعت الدلتة ان حتريك لحباستي لتسعين في المية من المزارع المقامة في الدلتة كلها هتليع على ارض زراعية حصل طويل ارض زراعية وبباب عليها مزارع لكن دلوقتي احنا لما بدخل بالصحرا اول حاجة وحفظنا الارض زراعية النقطة تانية الارض رخيصة للسمن فاحنا بنحط الاشتراطات المناسبة المسافة بالعنبر للعنبر لو خمسمائة متر فيش مشكلة الارض رخيصة وفي نفس الوقت متاح مسافة من معمل التفريخ وبين العنابر مسافة معينة بنقدر نحملها في الصحرا ده يمكن اهم ميزة لخروج الدواجن للصحرا من الدلتة للصحرا وبالتالي دي يعني هي هتمكننا من التغلب على المشاكل امراض بالزبط خاصة طبعا في الوزة الطيور بالزبط اللي احنا بنقلق منها جدا من الودي والدلتة طيب خليني نتكلم عن الدور البيطاري والوقائي بقى في زيادة الانتاجية في الصحرا المصرية اللي بتقوم بيه من خلال مركز بحوصة الصحرا اولا انا بنخصنها كده في ثلاث نقط مهمين جدا اولا هي دراية الطبيب البطاري بيه المواعيد الجيدة للبرامج الوقائية في كل عمر معين في امراض معينة بتيجي فيه العمر ده هو فهو الطبيب البطار بيادروا بيعمل البرنامج الوقائي ودي بتختلف حسب المنطقة حسب النوع بتاع الطيور سواء سمان او رومي او دجاج تسمين دي البرامج دي بتختلف فلازم فيه دور ركابي للطبيب البطاري في المزارع نقطة تانية بيبقى اجراء تحليل بصفة دورية فيه امراض كتيرة بتلزيب منها الانفلونزا منها الريوفيروس منها السلمونيلا التيفود اللي بنتنقل للانسان دي لازم بتعملها تحليل للامهات سحب عينات دم وبتعامل التحليل دير وبناءة عليه انا بنزل قطيع جديد خالي من الامراض ده لانه لا يفترض انها تبقى ايه موجودة ده في قطيع الامهات الدور الاخير اللي هو دوره فيه مش بس برنامج وقائي من انتيبيوتك او من الفايتامين ومينرال ومضادات السموم اللي احنا بحطوها لا اقا كمان دوره في اجراء التحسنات كل منطقة بتختلف عن المنطقة التانية فانا بالتالي لازم طيب بيطري 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 للمزارع المحيطة يعني او في مرض معين في في بوعد الخمسونية زي ما الدكتور بيتكلم لازم ابقى انا على دراية بيها وبالتالي بحط البرنامج لمزرعتي زي انا هي تختلف من مزرعة للمزرعة وبتختلف من منطقة لمنطقة لذلك معظم العشوائية ماشي عشوائية في التربية او في اجراءات الوقائية انهو بيبقوا مش مدرك هو بيحصن في مواعيد مختلفة فيدخل احيانا المرض للمزرعة بتاعته اذا يعني بيتم تنبيه المربية الى المواعيد المناسبة للمنطقة من خلال اعمل من خلال اعمل تختلف منطقة المنطقة بالزبط بالزبط وهو بعض المقبين دلوقتي بيبقوا مدركين لكن لازم بيطري بيبقى عارف من خلال انا اعرف ان المناطق ديات فيها ان يكسل او فيها ان في الونزة فممكن اعمل تحسنات الطرارية المزرعتي على الرغم انها مش المواعيد المجدولة عنها فالوعي الكامل لطبيب بيطر الوعي الكامل للمربي في اجراءة تحسنات والبرامج الوقائية التحليل الدايمة لقطعان الامهات للسلمونيلا والريو والمايكو بلازما ومن في الونزة بيكون مهم جدا عشان نتجنب وتفادها في العمار السقيال دكتور عماد احنا منتكلم عن تنمية مستدامة منتكلمش عن مشروع نعمله ويقعد سنتين ويخلص او غير وعايزين حاجة تخلي الاهالي اللي حنتقلوا الى الصحراء مع السكان الاصليين يعيشوا يعني بدخل معقول وثابت الى حد الماء ويتزايد يعني دور صناعة الدواج انت احداث هذا النوع من التنمية ايه؟ هو هو هنا نده نقول ايه مميزات صناعة الدواجن عن باقي المشروعات الاخرى في التنمية ايه اولا صناعة الدواجن المفروض اي حكومة او اي حد بيخطط لمشروعات تنموية او اقامة مناطق مرانية جديدة لازم يبدأ بمشروعات الدواجن لأسباب عديدة والاسف المسؤولين ما يخطيش بلا من نقطة دي مش عارف ليه يعني النهاردة دوسطة اول اول بيبدأ بيستسلاح اراضي ويعمل اراضي زرعية ويشق اه ترع ومصارف وتكلف عالية ثم بعد كده يبتدي مربين بعد عشر سنين من الارض بتشتغل كويس معهم يبتدي يبور جزء الشيء مع عام بردواجن وهنا بيبقى المشكلة لا احنا مفروض اول حاجة لازم نبدأ بتنمية في الدواجن للسبب اول حاجة ايه هي ان الدواجن اه صورة دورة الرأس المال يعني ايه النهاردة احنا عشان نبدأ تنمية حقية عشان المواطن يشعر ان هناك تنمية حقية لابد ان يحس بوناك تحسف في مستوى الدخل بتاعه او مستوى معيشة طب عشان يحس يعني لازم فيه مشروعات تنمية سريعة يحس بالعائد بتاعه اول حاجة هي الدواجن صورة دورة الرأس المال الانهاردة احنا عندنا لو اي حد بنعمل مشروع تنموي مجرد ما تدي له خلال خمسة واربعين يوم حيب تريد يطلع انتاج او خلال لو هيعمل مشروع تفريق خلال واحدة وعشرين وحيعمل انتاج هنا هتطلع انتاج اذا دخل حصل له دخل ديميزة وحيدة في مشروعات دواجن سرعة دورة الرأس المال الحاجة التانية ان مشروعات الدواجن ممكن تبدأ باي رأس مال للصغر الوحدة الانتاجية يعني ممكن اللي حيبدأ على مستوى لأسرة المنتجة يعني الحاجات صغيرة جدا مجرد بس ان شاء الله يبدأ السلالات ده جينا كلها من رومي وبط وفراخ وسمان وقرانب يتيح فرصة ان الصنف او السلالة اللي تنفع في واجه قبلي في عندنا حاجات تنفع في واجه بحري عندنا حاجات تنفع مثلا في وسط سينة في شمال سينة فده بيخلينا يشجع ان نبدأ بتربية الدواجن النقطة الاهم من كده برضه ان الدواجن مش محتاجة نقطة مش محتاجة بيني تحتية كتير زي بيتم مشروع ان حضرها كان مثال وده كل الناس عرفوا ان اي منطقة صحراوية في مصر جبال اي حاجة لو فيه تلس شروط يتوفره خلال خمسة واربين يوم حد ديكوا انتاج اول حاجة لو عندي طريق مسافلة ده اول حاجة حاجة التانية عاوز مصدر مية شرب ايما عن طريق اه النيل او فحر بير او اه ان شاء الله ترومبا حسب المنطقة كل المنطقة الليها طريقة معينة ومصدر طهير كهرابي لو في حالات دول متوفرين في اي حتة حتى لو جبال حد ديك انتاج خلال خمسة واربين يوم انو مشروع تنموي اللي ممكن ندي انتاج خلال خمسة واربين يوم للدواجن حاجة التانية برضو ان ميزة الدواجن بصفة عامة ان المواد اللي احنا بنشتغل بها ليس بالضروري تنتج في مكان المشروع يعني لو عملت مشروع دواجن في بحري او في الصحرة بجيب له الدورة والسيو ومركزات مش من المكان يبقى بخشارهم من بره اذا لو جبت بقول لحدك صحرة جبال بس توفر فيها في مصدر طرق انوصلها في مصدر ميا في مصدر لور كده كده هجيب الكاتكوت والعلم في الادوية من مصدر خارج المنطقة وهعمل تنمية خلال فطرة بسيطة جدا دي اهم ميزة للمشروعات الدواجن في المشروعات التنموية واذا هجي تبدأ على اي مستوى ان شاء الله لو كل واحد الف جنيه للأسرة لغاية عشرة تنمو جنيه لغاية مليون جنيه هيبدأ ايام المشروعات التنموية جميل لكن طبعا مش معنى كده ان ما فيش تحديات او مشكلات وبرضو مش معنى وجود مشكلات ان احنا ما نقدرش نتغلب عليها يعني احنا عايزين مع حضرتك دكتور دوسوئي نستعرض بعض المشاكل والتحديات اللي بتواجه انا عزيز بس لدكتور عماد برضو نقطة جميلة جدا الفيرتليزر انا بشوف مزارع ومناطق جديدة في الطريبة تعواد المطرور العالمين وكلك بيطلبوا فيرتليزر وببعتلهم من سيء ومطفوح دي اسمه ده او اللي هي السماد اللي هو الزرق بتاع الطريور ده انا هنجيروا انا كده بنوفر ونديهم ايكونومي لانه هيبقى في منطقته مش هيبيشتري من مكان بيعيد ويكلف فدي بصحة يعني دايه لسه نتكلم عن المشكلات المشاكل دي الحقيقة هو دي مشاكل صاروة الحيوانية في مصر مش بس الدواجن يعني انا الحقيقة يعني ايه مخلخصهم في ست نقاط ودوات اهم ست نقاط حتى على وصاروة الحيوانية اظهر يعني نوع اخر غير الدواجن اهم المشكلة فيهم هي النقطة بتاعت فاجوة كبيرة بين الاعترات المحلية والاعترات كل التحصات موجودة وخصوصا في الدواجن اغلبها مستورات والاعترات اللي موجودة الفيروس او الماكروجانيزم بيبقى له كذا عطرة مختلفة فالاعترة اللي في أسباليا غير اللي عندنا هنا وبيعملوا انتجينك شيفت ودريفت دايما فيه تغييرات الـ IP والانفلوانزا بالزات تدولت ودي خطورة انفلوانزا مو بيحصنوا بيجي لهم المرض تمام فاحنا ما اعتقدش ان احنا لسه وصلنا للاعترات المحلية اللي احنا نقدر بيها نكتفي ونحصن القطعان بتاعنا دي نقطة رغم ان فيه تحصنات على رغم ان فيه انفلوانزا فده كهود شامار النقطة التانية السموم الفطرية في الاعلاف وده يعني خمات الاعلاف معظمة يا سوق تغزيمنا عندنا او استراد خاطئ ايا كان الظروف السموم الفطرية ودي بتعمل مشاكل كبيرة سواء في الدواجن او ايضا من ضمن المشاكل هي عدم الدراية الكاملة للمربيين دايما المربيين اعتماد وتطبيق البرامج الوقائية عندهم بتبقى ضعيفة جدا هو مجرد ما عايز رب مفيش فكر واضح للمربيين تمام فدي نقطة مهمة جدا عدم الدراية الكاملة للمربيين النقطة الرابعة اللي هي عدم او تداول الادواء البيطارية لغير البيطاريين نقطة دي مشكلة عندنا ودي بتواجه هي من ضمن الاسباب اللي عاملة مشكلة عندنا في السر والحيون تداول الادواء البيطارية فيه نسبة كبيرة منها مشاع يعني مش قصب البيطاريين بس لغير البيطاريين هم مبارا ميديك هو بيبقى غير مؤهل طبيا وخدها بالإكسبريات فدي برضو من ضمن المشاكل اللي بتواجه السر والحيون في مصر من ضمن المشاكل عدم التطبيق الجيد هو بيستعمل أي نوع مطاهرات لكن كل مشكلة في المزرعة زي ما احنا قلنا أن كل منطقة لها مشاكل مختلفة فبيبقى لها برضو نوع من المطاهرات بتحتاجه خصوص مختلف عن المزارع التانية تمام فأنا عارف مشاكله يبقى بالتالي باستخدم المطاهر المناسب للمشاكل دي طيب احنا مقلنا شغل دقيقتين أنا خلاص لا لا التخلص من النفوق الحاجات الميادة كلها بالحرقة والدفل من ضمن الأمن والأمان الحاوي اللي هو دوغ ستري دوغ وي القطط وفيران كل دي بتنقل الأمراض والناس بترمي النافق لها وي تاكلها التهوية والأعلاف المتزنة تمام ده بالنسبة لأمن والأمان الحاوي نقطة الأخيرة اللي هي الشرطات الصحية في إنشاء المزارع برضو إنشاء المزارع أغلب برضو ببقى فيه نسبة من عشوائية في اتجاهات الهو وطرات الهو عدم عمل مصادات الهو دي كلها هي من ضمن الأسباب الرئيسية اللي بتسبب والأمراض التبتاشر دي الحقيقة يعني هنتكلم عنها بالتفصيل حكاية الأمان الحاوي في التقرة القادمة نقطة من ضمن النقاط أحب أختم مع دكتور عماد يعني بكلمة أخيرة أو يعني معلومة أخيرة تحب الدفالنا فيما هتعلق ب صناعة الدواج وبدورها في التنمية المستدامة هو حضاك بردو هندي المهيسال بسيط جدا احنا عشان نعمل تنمية سريعة هنبسط المسألة جدا احنا نفرض جدلا ان احنا عندنا ألف قرية عايزينا نتنعمل تنمية في ألف قرية الألف قرية دول هتون متوسط عدد الأسر مسلا مئة أسرة أنا لو حدي كل أسرة هم اللهم مشروح صغير في حدود ألف في حدود عشرة ألف جنيه أصبح العشرة ألف جنيه دول ممكن أعمل تنمية في حدود الحدود مئة ألف أسرة مش بس كده لو قلنا هتدخل الأسرة حوالي ألف جنيه أو ألف ومتين جنيه إذن المليار جنيه دول احنا جبناهم بعد سنة تانية مليار ومتين مليون جنيه النقطة تانية باختصار شريف برضو اللي هو عبارة إيه احنا هنعمل حد هنديله معمل تفريق صغير أي أن كان حجمه من خمسمائة بيضة لغاية تلوثمائة ألف حد تاني مشروع تاني هياخد يعمل عنبر لبيض التفريخ اللي هياخد يحطه في المكنة ده برضو قايم عليه حد تاني هيعمل عنبر لبيض دجاج المائدة ثم حد تاني هيعمل مصنع الأعلاف أو يخدم عليهم ثم حد تالت مشروع تاني قايم هيعمل عيادة بيتارية يخدم على العنابلة كلها ثم حد تاني هيستخد يبيع محلات بيع الاتجار في الدواجن هنا بحنا عملنا تنمية مرتبطة كله بشغل بعض ده بس باختصار شديد صناعات تكاملية صناعات تكاملية حد تخيالي لو حنا بدأنا في أي قارة عملنا كده الناس كلها اشتغلت وفي نفس حاجة حجم الرأسي الملأة دي يعني أقول لها حد تلك 10 اتراف جنيه للأسرة هتعمل لتخله داخل زيادة 1200-1500 جنيه شهريا هنا لحظاتك معلش العائد اللي بيتم هنا عائد سريع يعني أقول لها حد تخليها خلال 45 يوم مسك في يده فلوس يبقى أنه هو هيحس بتحسن في الداخل بتاعه هيحس بتحسن بسطورة العيشة هيحس هيحس أنه فيه تنمية الحال ده اللي عاوزين هو المواطن المصري أنه يشعر بثمار التنمية بمثل هذه المشروعات بشكر ربود حضراتكم معايا دكتور عماد محمد أمين أستاذ باحث ورئيس قسم تربية الحيوان والدواجن بمركز بحوث الصحراء شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لدكتور دوسقي مراد الباحث بقسم صحة الحيوان بمركز بحوث الصحراء شكرا جزيلا لسه فقراتنا متواصلة مع حضرتكم بعد الفاصل لسه هنتكلم أكتر عن مزارع الدواجن وعن سبل تحقيق الأمان الحيوي في هذه المزارع ولكن بعد الفاصل